طيب نروح لقصة صلاح مع حضراتكم قصة صلاح ايه بقى؟ قصة صلاح انه صلاح لو جي لعب مع مصر هنا مطش هو المشكلة في مطش انجولا تحديدة يعني مطش الجابون اللي هتلعب في الجابون مفوش مشكلة خاصة ليه؟ لانه جابون ييلو زون بالنسبة لانجلترا انجلترا محددة او مقسمة خريطة العالم كده لمناطق بريد زون جرين زون وييلو زون مصر في الريد زون للأسف وبالتالي اي حد جاي من مصر لابد انه بعد عودته يخضع لحجر صحي لمدة عشر تيام وبالتالي ادارة ليفر بول بتشوف انه من الصعب جدا جدا انه محمد صلاح يجي لعب مطش انجولا هنا في القاهرة لانه ده هيكلفهم مش بس سفره ومشاركته مع المنتخب المصري في المباراة لكن هيكلفهم كمان عشر تيام حجر صحي لما يرجع لانجلترا وبالتالي هم شايفين من وجهة نظرهم ان ده اولا فيه خطورة كبيرة جدا على اللاعب اصابته فيه لس كورونا وده طبعا لقدر الله ومن اتمنهوش والجزء التاني وده اللي يمكن يكون عندهم وجهة نظر منطقية فيها ولكنها مرفوضة بين قصين مرفوضة لكنها وجهة نظر منطقية بتقولك انه لعيب بحجم محمد صلاح لو رجع دخل على حجر صحي اولا احنا ما نضمنش ظروف لحجر الصحي دي عاملة ازاي ثانيا انه يقعد عشر تيام في حجر صحي ده بالتأكيد هيأثر بشكل كبير جدا على مستوى وعلى جهزيته وعلى فورميته وبالتالي هيخسر ليفر بول في وقت هم مش في احتمال ان هم يخسروا لعب بحجم محمد صلاح وعشان كده اعتذروا للاتحاد الاتحاد طبعا انت من حقق قانونة في حدود معلوماتي يعني انك انت لعابتك الدولية تستدعيها قبل مطشط المنتخب الرسمية وما فيش نادي يقدر يمنع ده حيوصل او هنوصل لايه في النهاية ده شيء المزال يعني في حكم الغيب المنتخب المصري من حقه ياستاذ محمد صلاحه بالمناسبة رغم انه انني مثلا بيلعب في ارسنال في انجلترا لكن ما كانش فيه اي مشكلة في استدعائه وعلى الرغبة طبعا انه فيه فوار لانه انني دايما مش اساسي مع الارسنال صلاح طبعا تشكيلة اساسية واحد من اهم اللاعبين فيمكن ده اللي يكون عامل شوية الفرق لكن مطش الجابون ما فيش مشكلة لانه الجابون قريدي يالو زون وبالتاني ما عندهمش مشكلة وصلاح لو اللاعب مطش الجابون ورجع على انجلترا مش هيتعرض لفكرة الحجر الصحي وهينضم ليفر بول على طول